بعد أخذ زوجها لهذه الوصفة الأخت خديجة حامل ألف مبروك لها بطبيعة الحال لا يتبط الحمل ديالها ويا ربي إن شاء الله تشوف المولود ديالها ووفصحها جيدة أكيد أن هذا المشكل هذا كيواجه أغلب الأزواج بزف ديال السيدات ما كيعرفوش بأن المشكل كيقدر يكون تبني الزوج يعني بزف ديال السيدات كيتبعوا وصفات طبيعية والزوج ديالهم كيقدر يكون هو السبب وراء تأخر الحمل كيقدر يكون العلاج دياله بسيط بوصفة طبيعية أو بفيتامينات يعني كيوصفها للطبيب ممكن يتم العلاج ويحصل معهم الحمل بسرعة بزف ديال السيدات تطلبوا مني وصفات للأزواج وبطبيعة الحال جبت لكم هالتجربة الحقيقية لهاد الأخت هذي اللي بالفعل يعني كان الزوج دياله هو السبب وما عرفوش يعني تأخره في الإنجاب سنوات يعني سنوات من الحرمان سنوات من الانتظار وكان المشكل هو الزوج يعني الزوج هو اللي كان فيه المشكل والعلاج دياله كان بسيط بوصفة طبيعية أو بفيتامينات وغنذكر لكم في هذا الفيديو هذا شنو هو الأكل اللي خاص الزوج ديالك يتناولو باش هكا يعلي من الجودة ديال السائل المنوي وضروري يعني خستكم تعالجوا المشكل بجوج لأنه 40% من حالة تأخر الحمل كتكون عائدة للزوجة 40% للزوج و40% أسباب مشتركة ما بين الزوجة والزوج إذا ضروري تعالجوا المشكل من مختلف الجوانب لأن تخيلوا معايا كين سيدات وكين هادشي قصص حقيقية لسيدات تأخروا في الحمل ما كان عندهم تشي مشكل مشاو عند الطبيب والطبيب يعني مليك سمشي عند دورها غدي يخرج لك أدوية أدوية التنشيط بدون أي فائدة تخيلوا معايا سيدة كتأخذ أدوية التنشيط والزوج دياله هو اللي فيه المشكل وما كيتعالج ما كياخدش العلاج وهي ديما كتبقى تأخذ دوك الإبر التنشيطية اللي كتعرفهم جميع يعني الإبر المساعدة على تنشيط المبيض وخرج أكثر من بويضة أكيد أن هذا الإبر هادو تكلفة ديالهم ماديا كتكون كبيرة وكذلك كتكون يعني إلا ما حصلش الحمل في النفس يد السيدة كتعب وكتزيد تأثر كتزيد يعني تقلق لما يحصلش الحمل بعد ذلك لأنك تعتقد بأن هذا الإبر هادو رهي مدم أنها درتهم فإلا غد يحصل معاهم الحمل هذا والتفكير ديال بزاف السيدات أكيد أنك مليك تمشي للطبيب وكيعطك إبر التنشيط ممكن تكون الاستجابة ديالك ماشي بحال سيدة أخرى يعني كل سيدة والجسم ديالها كل سيدة وكيفاش كتتقبل هادك الدواء اللي هو المنشتات ديال التبويض وكيفما كان عارفوه فيهم بزاف ديال أعراض جانبية على صحة السيدة بطبيعة الحارة كتحس بهم كل سيدة كتدير هاد الإبر هادو فبطبيعة الحال والعلاج بسيط اللي هو كيفما قلت لكم الزوج هو المشكل هو اللي كان فيه المشكل والسيدة كانت ممكن ما تحتش قاع يعني لهاد الإبر هادو كان ممكن الزوج ديالها يتعالج في الأول ويعني ويحصل الحمل طبيعي لأنها هي كتعطي بويضات يعني سيدة كتتمشي للطبيب كتلقى بأن ديما كل شهر كتخرج بويضة ديك البويضة كتكون جيدة للتلقيح ولكن مع الأسف كتبقى يعني ديك البويضة كتنزل مع الدورة وكتجيها الدورة الشهرية إذن بلما نطول عليكم الوصفة اللي جربت هاد الأخت هاد الزوج ديالها اللي كان عنده نقص فسائل المنوي كان عنده تشوهات وكانت عنده يعني قلة الحركة هاد الوصفة هاد قاوية إن شاء الله نتمنكم كاملين تجربوها لأزواج ديالكم إلا كان عندهم مشكل سواء يعني كان عندهم أولى هاد الوصفة هاد فهي مقوية يعني وخيكون زوج ديالك ما فيش المشكل فممكن تديريها لأني فعلا كتزيد من فرص حدود الحمل والإنجاب قبل ما نعطيكم هاد الوصفة هاد يحاولوا أنكم ديما تخلوا لي اللايكات ديالكم باش تعم الفائدة وتوصل هاد الوصفة هاد إن شاء الله لجميع الأزواج اللي في حاجة لها واللي باقي كينتظروا بفارغ الصبر الدرية إن شاء الله ويا ربي ترزق كل محرومة بالدرية الصالحة في القريب وتفرحونا جميع إذن الوصفة بسيطة والمكونات ديالها في متناول جميع يعني مكونات بسيطة جدا هي عبارة عن خلط عسل النحل يعني عسل النحل من الأفضل يكون عسل السدر أو عسل الضغموس غادي تحاولي أنك تخلطين نصف ملعقة من حب الرشاد مع ثلاث ملاعق من عسل السدر وملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب ماء الدافي يعني في واحد الكوب ديال الماء الدافي غادي تحاولي أنك تضيفي نصف ملعقة من حب الرشاد نصف ملعقة صغيرة من حب الرشاد المعروف بالفوائد دياله سواء للزوج وللزوجة مع ثلاث معالق أو ملاعق من عسل السدر ملعقة صغيرة من عسل السدر ثلاث ملاعق وملعقتين كبيرتين من خل التفاح في واحد الكوب ديال الماء الدافي غادي تحاولي أنك تخلطي جميع المكونات جيدا وغايت ناول الزوج ديالك هذا الوصفة هدي أو هذا المشروب هذا يوميا هذا المشروب هذا كيزيد من إنتاج الحيوانات المنوية كيساعد على سرعة الحركة كيغزز من فرص حدود الحمل وهو من أفضل وصفات إن شاء الله لزيادة العدد وكذلك لعلاج التشوهات لطلبتي وهمني في هذه القناة هذه يعني الوصفات للزوج ومازال نزيدكم وصفات أخرى يعني الزوج راته هو كيقدر يكون سبب وراء تأخر الحمل ويعني خير دليل على ذلك هذه الزوجة هذه اللي تقسمت التجربة ديالها معنا وكانت يعني تهي كدير منشطات بدون فائدة وأكيد أنا بزاف ديال السيدات هم غاي وقعوا في نفس الخطأ غاي يمشيوا للطبيب والزوجة غا تعتقد بأنه هي المشكل يعني وهذا هو المجتمع ديالنا العربي للأسف يعني كي يلقي اللوم ديما على الزوجة والزوج ما كيتعالش يعني كي يبقى يعني كيقول بأنه هو رجل يعني را ما عندوش مشكل أكيد أنه كيكون مشكل يعني وخا الزوج ديال كيكون سليم ما فيش يعني ظاهريا مشكل ولكن من خلال الفحص من خلال الفحص اللي كيكون في المختبر كيتبين على أنه يعني السائل منوي ما فيش حيوانات منوية ممكن يكون هناك تشوهات ممكن يكون قلة الحركة وهذا الشي هذا هو اللي خاصه العلاج بطبيعة الحال كين بزف ديال الأكل تغذيتها هي كتلع بدور كبير و هنذكر لكم شنا هما الأكل اللي كي يساعد على تقوية السائل بطبيعة الحال باش هكا يعني يكون هناك تغذية متنوعة بالنسبة للوصفة ممكن يتناولها طيلة الشهر يعني مدة ثلاثة أشهر في حال ما حصلش الحمل من الشهر الأول مدة العلاج ممكن تكون تل ثلاثة أشهر بالنسبة للأكل الصبانغ يعني من ضمن الأكلات الرائعة جدا اللي كتقدر أنها تزيد من ماء الرجل بطبيعة الحال الشوكولاتة الداكنة يعني شوكولاتة السوداء تهياء مهمة بزف و كذلك الطماطم يعني الطماطم غدائي و كثير ماء الرجل كذلك عين الجمل يعني كتحتوي على الأحماض الدهنية منها الأوميغا 3 اللي كتزيد إنتاج الحيوانات المنوية و كتساهم أنها كتعزز من فرص حدود الحمل الموز كذلك الرمان الجزر و زيت الزيتون بطبيعة الحال كل هذه الأكلات هذه كتكون بمثابة مقوية رائع جدا بالإضافة إلى بعض النصائح اللي هي ممارسة التمارين الرياضية النوم الجيد تقليل التوتر منع التدخين تجنب كذلك المشروبات الكحولية تجنب الأدوية اللي كتساهم في يعني في كتخلي السائل المنوية ما كيتتنتج بواحد طريقة جيدة أكيد أنه كين أدوية اللي ممكن أنها تقلل من خصوبة الأزواج خصك ضروري تستشري الطبيب ديالك في حال كان الزوج ديالك يتناول إحدى الأدوية بدون استشارة الطبيب و كذلك يعني هذا الأمور هذه لدرتها و دارها الزوج ديالك أكيد إن شاء الله غادي تقوي من الحيوانات المنوية و كذلك غادي تساهم في سرعة حدود الحمل والإنجاب كان هذا هو الفيديو دياليوم تمنين الإعجاب ديالكم إلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة وإلا كنت متتبعة جديدة معايا في هذه القناة وعجبك المحتوى ما تردديش أنك تشاركي بالتغطى على الزر الأحمر أسفل فيديو مع تفعيل خاصية الجرس بش ديما توصلي بجديد القناة كنبغي نوجه تحية لكل سيدك تشوف القناة ديالي من مختلف الدول دول العالم و كذلك الدول العربية شكرا لكم على حسن المتابعة و كندرب لكم موعد في الفيديو الجاة إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر